اوقات صعبة تعيشها عدا منذ فجر الثلاثاء مواجهة دامية بين تشكيلات مسلحة وانقطاع طويل للتيار الكهربائي وعمل تخريبي يستهدف القنصلية الصينية وارتفاع في وثيرة المداهمات والاعتقالات لا تكاد الامور تستقر في هذه المدينة فالتهديدات الامنية لا تزال مستمرة وهندسة المشهد الامني بنظر المراقبين افرزت جزرا امنية شتى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبد بن دغر عقد اجتماعا استثنائي للجنة الامنية على خلفية هذه الاحداث لكن في غياب اهم منصبا امنيا في المحافظة اعاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع تأكيد المسلمات لا يمكن انجاز تنمية حقيقية في ظل غياب الامن الذي يعتبر ركيزة اساسية في الحياة الاجتماع بحسب النسخة الحكومية من وكالة الانباء اليمنية بحث في تفاصيل وتداعيات الاحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان واتخذ حيالها عددا من الاجراءات اللازمة لتثبيت الامن والاستقرار بما يضمن عدم تكرار ما حدث والذي تسبب في اخلاله ببعض الخدمات الاساسية للمدينة كانقطاع التيار الكهربائي رئيس الوزراء شكل لجنة تحقيق في حادث الحريق الذي استادف القنصلية الصينية بعدا عمل يعده مراقبون استهدافا لواحدة من اهم الدول الكبرى التي تدعم السلطة الشرعية في هذا المنعطف القطير من تاريخ البلاد وفي سياق الاحداث الاستثنائية التي تشهدها المحافظة لا تزال قضية المواطن سونيا عبد النعمان تتفاعل عبر وسائل الاعلام عقب انباء انتحدثت عن اعتقالها من جانب الشرطة منذ عدة ايام وتعرضها للانتهاكات في احد سجون مدينة عدن لانفراج على ما يبدو تلح في افق هذه المدينة المتعبة في ظل هذا التصحر من اية معالجات تشير الى ان ثم من يملك الزمام ويفرض القانون ويعطي التحرير المفترض معناه الحقيقية على الارض